دشنت جامعة إقليم السبع امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018-2019 في أربع كليات دراسية هي كلية التربية والآداب والعلوم وكلية الشريعة والقانون وكلية العلوم الإدارية وكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات اليوم دشنا امتحانات الفصل الأول للعام الجامعي 2018-2019 جامعة إقليم سبع وخمس الكليات حسب التوقيت التقويم الجامعي المقرر من رئاسة ونيابة رئاسة جامعة إقليم سبع وطلعنا على الكليات وطلعنا على الجهود التي تبذلها الكليات من خلال المتابعة المستمر من قبل النيابة ووجدنا أن الكليات فعلا قد بذلت جهود كبيرة جهود عظيمة جهود تشكر عليها ومن أجل تذليل الصعاب للطلاب وتسهيل المهام وعمل جو مناسب للاختبارات كليات الجامعة المختلفة بذلت جهودا مضنية وكبيرة من أجل تذليل الصعاب وتسهيل المهام لطلاب الجامعة في العملية التعليمية والامتحانية والذين بلغ عددهم أكثر من ثمانية ألاف طالب وطالبة وتختلف المواد الدراسية من كلية إلى أخرى من حيث عددها طبعا يفتغ من كليات ببعض المواد عليها تكون أكثر يعني سبع ثمان مواد من كلية إلى كلية والحمد لله عدد الطلاب تقارب بين الثمانية ألف وثلاثمائة وخمسين طالب الطلاب الدارسون في الجامعة جلهم من النازحين من محافظات شتى خاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية وقد تجاوزوا المرحلة التعليمية في الفصل الدراسي الأول بجدرة واقتدار وأشادوا بطبيعة الاختبارات وجهود قيادة الجامعة الاختبارات تمر بوتيرة عالية ومبسطة جدا والطلاب يبدأون الآن اليوم أولى اختباراتهم في المواد كذلك لا تجد أي صعوبات في عملية الاختبارات في الحقيقة اختبارات سهلة للطالب المجيد الطالب المذاكر بينما الطالب الذي يلعب والذي غير مجيد وغير رضا أكيد الاختبارات تكون صعبة في مجمل العام الاختبارات سهلة جدا عملية سر الامتحانات كانت على ما يرام بجهد من حيث الجامعة بدلت قصر جهدها من حيث اتمام العملية الاختبارات على ما يرام جامعة إقليم السبأ رغم حداثة عهدها كجامعة لم تقتصر الدراسة فيها على مرحلة البكاليوس فقد افتتحت بداية العام الدراسي الحالي برامج الماجسير في أقسام دراسية عدة فبإصرار وتحدي تنظي الجامعة في العملية التعليمية متجاوزة كل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن عدنان غيلان سهيل مأرب